اشتركوا في القناة بمعنى اصح اللي من خلالها بحصل على منتجات مدورة او دائرية عن طريق استخدامي لمكنة تسمى مخرطة الجمع مخرطة الجمع بتقوم بعملية التشكيل عن طريق اوالب باشكال واحجام مختلفة بتكون لها مواصفات هتكلم عنها بالتفصيل بيكون لها احجام ومدت صنق برضو هتكلم عنها بالتفصيل في حلقة النهاردة وكذلك هبدأ ااخد مخرطة الجمع كمعدة من المعدات كل جزء من الاجزاء هوصفه هجيب الرسمة الاصلية للمخرطة هحط عليها بعض الارقام وهبدأ اسألك من خلال فهمك للحلقة السابقة بشكل عام هقولك الجزء ده عبارة عن ايه طب مكون من ايه او مكون من ايه خليك معايا تابعني في حلقة النهاردة هنشوف مكونات واجزاء مخرطة الجمع المعدات الملحقة بمخرطة الجمع زي الركيز هنشوف الاوالب المختلفة هنشوف اقلام الجمع هنشوف الصيانة والوقاية ازاي اقي نفسي واحمي نفسي وانا شغال على المخرطة يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة مخرطة الجمع الاجزاء الرئيسية لمخرطة الجمع زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت ان مخرطة الجمع بصورة عامة لو هتكلم عنها هقول مكونة من فرش المخرطة شايف الكتلة الكبيرة دي كتلة اللي تحت دي تمام دي عبارة عن فرش او جسم المخرطة او هيكل المخرطة كل دي اسامي صح مفيش مشكلة هيكل المخرطة او جسم المخرطة او فرش المخرطة بيصنع من الحديد الظهر او الظهر السبائكي لسهولة تشكيله بالشكل اللي قدامك ده وهو كمان بيتحمل الحركة الاهتزازية الهزة بتاعت الماكنة دي بيتحملها بصورة كبيرة خلي بالك ان فرش المخرطة او هيكل المخرطة وهورها لك بالتفصيل جوه في الداخل هنا بيبقى عندي بعض المجاري او بعض القطبان المعدنية او بعض الاماكن داخلية بتكون مصنوعة من الصلب مجرى معين بيتحرك عليه حاجة هيكون مصنوعة من الصلب يعني الهيكل كله مصنوعة من الحديد الظهر لكن في بعض الاجزاء مركبة فيه مصنوعة من الصلب عشان بيتحرك عليها بعض الاجزاء المتحركة يبقى اول جزء من الاجزاء هو فرش المخرطة او جسم المخرطة وهو جسم المكنة ويصنع من الحديد الظهر طيب تمام ايه تاني من الاجزاء اللي رقم اتنين وبين عندي في الصورة المحرك القهرابي المحرك القهرابي هو ده يا مستر ده عندي في المدرسة المحرك القهرابي ده موجود في الارض ده موجود جوه المكنة ايوة ما هي موديلات زي العربيات زي الموتسيكلات ليها اشكال كتيرة لكن المحرك القهرابي مهم لان هو ايه قال ده المصدر الرئيسي اللي بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية في بعض انواع المخارط بتتنقل الحركة من المطور ده من المحرك القهرابي ده بواسطة سير موجود جوه هنا في علب التروس او علب التنابير مدرجة فيها فيها استوانات كده مدرجة بواسطة لنا من السير للطنبورة الاولانية او التانية فبغير سرعة المخرطة من نقل الحركة بالسير اللي موجود او في بعض المكان اللي فيه مفاتيح تشغيل بتتحكم في السرعات بتاعة المحرك وتغير السرعات يبقى انا قلت جزئين قلت هيكل المخرطة او جسم المخرطة او فرش المخرطة مصنوع من ايه مصنوع من الحديثة وعرفنا ليه رقم اتنين قلت المحرك الكهرابي اللي هو مصدر الطاقة الكهربية او بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية وليه فكرة في طريقة من نقل الحركة هكلمك عنها بالتفصيل قال لي من ضمن الاجزاء رقم تلاتة الغراب السابت قلتلك في المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت ان الغراب السابت ده عبارة عن كتلة طب الكتلة دي مكونة من ايه قال لي بقى خلي بالك بقى من اللي انا هقوله قال لي شايفي الصندوق اللي وارده قال لي الجزء اللي وارده قال لي ده عبارة عن كتلة نقل الحركة او كتلة التروس والطرات جوه العلبة دي اقدر افتحها من فوق او افتحها من الجنب حسب الموديل فيها مجموعة من الطرات ومجموعة من التروس حسب موديل المكنة اللي بتتحكم في سراعة المخرطة ده رقم واحد جوه العنصر رقم ثلاثة لاي استنى مصر انا هتوه هقولك تاني العنصر رقم ثلاثة انا اسمتلك المخرطة في الحال اللي فاتت تلات اجزاء تلات اجزاء بس ايه هم فرش المخرطة غراب ثابت غراب متحرك وقتلك في ملحقات طيب تعالي نشوف الغراب الثابت نشوف اجزائه تعالي نشوف اجزائه قال لي عبارة عن علبة التروس او علبة التحكم في نقل الحركة اللي هي العلبة اللي موجودة واردية اهي تمام وكمان عندي محور دوران ادي محور الدوران ده اللي متصل بعلبة نقل الحركة طيب جميل علبة نقل الحركة ومحور الدوران متصلة بحاجة تسمى ظرف المخرطة ظرف المخرطة ده بيكون في عمود اه الاووز او بيكون عبارة عن استوانة فيها اه مخالب او فيها لقم بتمسك القالب بوضع معين باستخدام مفتاح خاص وهو الرهالك برضو بالتفصيل ايه تاني من اجزاء الغراب السابت قال لي القالب شايف الجزء اللي ورا ده اللي عامل زي نص دا لونه افاتح او لونه ابيض ده ده اسمه القالب القالب ده اللي انا بشكل عليه كتلة المعدن او المعدن اللي كان على شكل استوانة خد شكل القالب يبقى لو قل تعالى في الامتحان اذكر اجزاء الغراب السابت هقول له ان الغراب السابت مكون من واحد علبة التروس للحركة اتنين محور الدوران اللي بينقل الحركة للظرف تلاتة ظرف المخرطة وبه عبارة عن شكل استواني وبه مجموعة من اللقم يمكن فتحه وغلقه بمفتاح خاص اربعة قال لي عندي الغالب اللي مستخدم في عملية التشكيل معدن او خشب حسب نوع التشغيل طب ايه كمان قال لي كمان المشغولة وعندي الوردة ممكن احطها قدام الزنبة لكن الزنبة دي الناحية التانية دي دي تبع حاجة تانية يبقى عرفت اجزاء الغراب السابت هنا بقى بيوريني تاني الغراب المتحرك نقل الجنب التاني انا في المرة الاولانية قلت لك الغراب السابت عبارة عن ايه العلبة دي ومحور الدوران والغراء والظرف اللي ماسك القالب ده والمشغولة اعتبرتها ماشي اعتبرت القرص المعدني من ضمن الغراب السابت طيب الغراب المتحرك قال لي الغراب المتحرك الجنب التاني ده اللي هو يبدأ منين قال لي يبدأ من اول الجزء اللي بيده دي اسمها وردة او الوردة او اسمها القرص الخاص بحماية المشغولة من اثر الزنب الزنبا دي تقوى مخروطية ولها سن لو انا ربطت من غير ما حط الوردة ديت او القرص المعدني ده او القرص الخشبي ده او القرص البلاستيك ده اللي هي الوردة الزنبا دي هتبوز مركز المعدن فلازم احط القرص المعدني ده لغرض وظيفي من اجزاء الغراب المتحرك الزنبا قال للزنبا شكلها سطواني ونهايتها بتكون مخروطية بتحدد لي مركز القرص المعدني عندي في الزنبا كمان عندي هنا الجزء ده الكتلة دي اللي هي عبارة عن الكتلة يمكن التحكم فيها بحركها القدام والورا بواسطة عجلة خاصة موجودة في المخرطة يبقى انا كده عرفت ان المخرطة فيها غراب ثابت وفيها غراب متحرك الصورة هنا هتكون اوضح كتير جدا وعليها اسهم عشان ممكن يجيلي الرسمة دي في الامتحان ويقول لي ايه من ضمن اجزاء مخرطة الجمع الغراب المتحرك طيب الرسمة اللي قدامك عليها اسهم الاسهم دي انا عايزك لو كتبت لك رقم واحد هنا اتنين تلاتة اربعة خمسة وقلت لك تعال اقول لي الاجزاء بتاعة الغراب المتحرك ده مكون من ايه رقم واحد قال لي جسم الغراب المتحرك الكتلة دي كلها على بعضها انا عرفت على طول اوتوماتيك ان اي جسم المكنة عبارة عن حديد ايه ظهر يبقى جسم الغراب المتحرك مصنوع او جسم الغراب مصنوع من ايه لا نستمع قول لا قولي كده الحديد الظهر لسلط السباكة وتحمل الحركة الاتزازية تاني جزء من الاجزاء قال لي جسم المخرطة هو بين في الصورة قال لي اه ما هو حطولي في الصورة فهقوله من ضمن الاجزاء ماشي جسم المخرطة مصنوع من ايه من الظهر مش اقول بقى طبعا خلاص عرفنا المواصفات طيب الجزء التالت قال لي مصنوع ربط الغراب المتحرك قال لي شايف الصمولة دي او المصنوع ده انا بفك باستخدام مفتاح خاص وبقدر الكتلة دي كلها اللي اسمها كتلة الغراب المتحرك اقدر احركها على مجرى موجود تحتها وارهولك في فيديو تاني او في صورة جاية بقدر احركه اوسع كده الورا او احركه القدام حسب حجم المشغولة يبقى فايدة المصمار او الصمولة دي ايه قال لي فايدتها ان انا بفك الغراب المتحرك عشان الكتلة دي كلها على بعضها اقدر احركها للامام والخلف يبقى رقم اربعة مصمار رابط الغراب المتحرك ويستخدم في فك الغراب المتحرك لتحريكه على مجرى خاص او على قطبان خاصة موجودة في جسم المخرطة مصنوعة من الصلب بيتحرك عليها ده داخل المجرى للامام والخلف يبقى عرفت رابع حاجة من الاجزاء قال لي الزومبة قال لي الزومبة ايه وصفتها من ضمن الاجزاء بتاعت الغراب المتحرك طبعا من ضمن الاجزاء قال لي جسمها استواني والطرف بتاعها مخروطي مدبب باستخدمها في تحديد مركز القرص المعدني من ضمن الاجزاء اللي موجودة عندي ايه كمان قال لي زراع الامان ازراع الامان ده اول مرس معانا يا مصر قال لي بص على المخرطة عندك في الورشة هتلاقي عندك دراع هنا اسمه زراع الامان ايه في ايديته قال لي الدراع ده لما بربطه واقفله انا ما اقدرش احرك الزومبة دي ولا القدام ولا الورا خلي بالك اقول تاني الجسم ده كله بقدر احركه القدام والورا بوسطة الصمولة والنصمار ده طيب جميل قال لي وهو سابت خلاص ربطت الصمولة دي والزومبة دي بتقدر اتحرك القدام والورا بوسطة العجلة الزومبة دي بقدر احركها القدام كده والورا بلف العجلة دي فقدر حركها لقدام والورا قال لي مجرد ما قفلت زراع الأمان شايف زراع الأمان ده مجرد ما شدته علي غلقت زراع الأمان قال لي حاول تفتح العجلة دي مش هتفتح فزراع الأمان ده فايدته إنه وانا شغل على المخرطة بيحصل اتزاز ومخرطة تتهز فالعجلة دي ممكن تفتح فالمشغولة اللي انت رابطها وصلت لك الفكرة المشغولة اللي انت رابطها هنا ايه اللي حصل قال لي ممكن تفك مكانها تطير تغبط في وشي لقدر الله فزراع الأمان ده فايدته بيمنع تحريك العجلة أو فتح الزنبا الزنبا تفتح وتوسع وأنا شغال يبقى ده زراع الأمان وفايدته ايه تاني من الأجزاء قال لي عندك كمان عجل تحريك الزنبا يبقى أنا عرفت أن الغراب المتحرك مكون من هيكل الغراب أو جسم الغراب ويصنع من الحديد الزهر اللي هي الكتلة اللي قدامي أهي الكتلة دي كلها على بعضها جميل عجل التحريك الزنبا للأمام والخلف العجلة دي بحركها الأدام والورا بس بشارت خلي بالك لازم تفتح زراع الأمان وتقدر تتحكم زي ما أنت عايز بقى تقفل زراع الأمان يبقى زراع الأمان ده ورضو لوظيفة مهمة قال لي الزنبا وشكلها سطواني وطرفها بيكون مدبب مخروطي المصمار ده أو الصامولة دي خاصة بفتحه وغلق أو أما بفتحها بقدر أحرك الكتلة دي كلها للأمام والخلف جسم المخروطة في المكان ده بالتحديد بيكون مصنوع من الزهر لكن متسبد فيه أجزاء من الصلب وبيكون عليه شحم كويس جدا وزيت كويس جدا مش ححمة وزيتها عشان أقدر أحرك الكتلة دي كلها للأمام والخلف يبقى الغراب المتحرك لوحده مكون من واحد اتنين تلات اربعة خمسة ست أجزاء وكل جزء لمواصفات خلي بالك إن الزومبا بتصنع من الصلب الهيكل مصنوع من الزهر يبقى خلي بالك من المواصفات اللي أنا بتكلم عنها الغراب المتحرك تاني أهو أنا قلت لك بيتحرك على مجرى موجود في فرش المخرطة يمكن الصورة دي في القطاع لما قطع للمكنة وراني هنا المجرى أو العجل أو القضيب المعدني أهو اللي بيحرك لي الكتلة دي كلها يا بسطر الرسمة دي غير الرسمة اللي فاتت هنا مفيش مصمار اللي بيربط كتلة الغراب المتحرك أيوة أنا قلت لك قبل كده إن أي مكان عندك لها مجموعة من الموديلات أو مجموعة من الأشكال فهنا بيوريني شكل تاني من الأشكال اللي موجودة بقدر أتحكم في الكتلة دي كلها عن طريق عجلة موجودة تحت في عجلة تانية موجودة تحت في موديل تاني للمخرطة بيقدر يحركها للأمام والخلف بشكل معين في القطاع هنا بيوريني إن العجلة الخاصة بتحريك الجزء رقم 11 ده اللي أنا كتب عليه رقم 11 الجزء ده عبارة عن عجلة تحريك الزنبا معمول له ألواز داخلي وفي جشمة داخلية الجزء ده اسمه جشمة اللي هو جزء رقم 13 عبارة عن صمولة بسميها في لغة الصنعة جشمة الألواز ده لما يربط يبدأ يزوق الزنبا دي حركها الأدام فتطلع لبرة أو لما فكه في اتجاه مضاد يربط فيخلي دي تخش الجو طب زراع الأمان اللي هو رقم 14 ده بيعمل إيه قال زراع الأمان ده بيزنق الزنبا هنا كده ويمنع فتحها وغلقها وانا شغال يبقى عرفت كده إن الغراب المتحرك مكون من مجموعة من الأجزاء هيكل أو جسم الغراب المتحرك مصنوع من الحديد الزهر عجلة تقريب الزنبا الأمام والخلف الزنبا نفسها شكلها سطواني ونهايتها مخروطية عجلة أو زراع الأمان اللي بيمنع تحريك الكتلة كتلة الغراب المتحرك من الأجزاء الرئيسية للمخرطة كمان قال لي تعالى نشوف الرسمة دي كلها واشوفك فهمته ولا لأ قادي شكل المخرطة هي وجايب هالي بشكل أجنبي أو شكل إنجليزي شوية يعني مكتوبة بالإنجليزي أنا عايزك تقولي الأجزاء بقى بالعربي الأجزاء اللي قدامي دي عبارة عن إيه لو هو جاب لي أرقام قال لي العلبة دي علبة التروس طيب والزراع ده قال لي زراع التحكم في السرعات طيب والجزء ده قال لي ده عمود الدوران اللي أنا بشاور عليه ده أهو الجزء ده عبارة عن عمود الدوران طيب الجزء ده اللي هو عامل زي اللمبة ده قال لي ده القالب اللي أنا بستخدمه القالب ده ممكن يكون مصنوع من الخشب أو ممكن يكون مصنوع من أنواع من اللدئن بشكل معين ده المعدن اللي أنا بعمل له عملية تدويم أو تشكيل بالتدويم ده كان أرس مدور عادي لما ضغطت عليه بدأ اياخد شكل المنتج بالشكل القدامي طب تعالي نروح الجنب التاني اه الجنب التاني هو ادي العجلة اللي انا كنت بقولك عليها العجلة دي اللي بتحرك للزومبا للامام والخلف لو عايز اطلع المشغولة دي اعمل ايه افتح العجلة افتح 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 وبعدين رح مطلع ايه الزومبا رجعت الورقة اطلع المشغولة من مكانها طيب الجزء ده عبارة عن ايه قال لي ده انا ما اتكلمش عنه خالص ده اسمه الركيز وهكلمك عنه بالتفصيل طيب الجزء اللي تحت ده اللي هو الجزء ده الكتلة دي قال لي ده الهيكل او الفرش مصنوع من الحديث الزهر لسهولة السباكة وتحمل الحركة الاهتزازية انا فاكر ان انا ما اتكلمتش عن الركيز الركيز يعتبر من ملحقات المخرطة اهو الركيز ده قال لي ده عبارة عن جزء مصنوع من الصلب شكله عامل زي حرف تي اهو وليه عمود من هنا اللي بقدر خليه يبقى عالي الفوق او واطئ بقدر تحكم فيه مصامير معينة فيه اغير ارتفاعه حسب وضع العمل ورحته وعندي كمان في الجزء العلوي مجموعة من السقوبة هي وعندي اصبع هنا او او جزء استواني بسميه اصبع الركيز او الفتيل بتاع الركيز بقدر شيره من هنا اركبه هنا او هنا او هنا طب ليه قال لي حسب المكان اللي انا اشتغل فيه ما هو ده اللي بيديني العزم انا بقدر بحط المشغول قبل الصباح ده بحط القلم كده وابده اضغط اضغط على المشغولة عشان خاطر اعمل عملية تشغيل تمام قدر فك ده حركه هنا او هنا او هنا في المكان المناسب يبقى الركيز في يدته ان انا بسند عليه او برتكز عليه اثناء العمل بعملية الجمع باستخدام الاقلام لقى تاني او مصر عشان صعبة او لك تاني استخدام الركيز الركيز عبارة عن ركيز بسند عليه او مكان بسند عليه بركب عليه بحط عليه قلم الجمع اثناء عملية التشكيل بالجمع مكون من جزء عامل زي حرف ت بقدر تحكم في ارتفاعه بقدر لفه حركه يمين وشمل زي ما انا عايز في الاعلى سقوب وراء بعضها بقدر انقل اصبع الفتيل ده او اصبع الركيز بنقله في السقب المناسب لوضع وراحة العامل اثناء عملية التشغيل تمام تعالوا نشوف كده المخرطة وهي شغالة ونتكلم على الاجزاء عشان ده لازم اكون عارفها برضو في الورشة الجزء اللي ورا ده عبارة عن ايه لو انا هكلمك لها مستمعك انت مش بركز معي ركز معي تاني الجزء ده عبارة عن ايه قال لي ده الركيزة هو اه يا مصر وهنا كده بقدر ارفقوا لسمولة دي وارجعوا الورا قربوا لقدام حسب حجم المشغولة انا اشغلك الفيديو دلوقتي وفرجك عليه طب الجزء ده عبارة عن ايه قال لي ده القالب القالب اللي انا هشكل عن المنتج الجزء ده اللي هي علبة التروس بمسك القالب او جزء الاستواني اللي هو الظرف المخرطة. الظرف المخرطة هنا استواني او 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 ظرف الاوص حسب نوع المخرطة. وكمان في اجزاء تانية موجودة وهتبهن لما شغل الفيديو. تعني نشغل الفيديو كده ونتفرج? اهو. الجي العامل هيبدأ يشتغل. ادي الارس المعدني اللي انا هسبته. ادي الوردة الجزء اللي موجود قدام ده اللي موجود قصاد الزنبا عشان يحمل مشغولة من اصل الزنبا. هنا بيحط زيت. بيحط مادة انزلاق او مادة بتسهل عملية الانزلاق. تمام? بدأ يقوم بعملية التجهيل. بصوا بقى. حرق اصبع ايه? اصبع الركيز حرقه. بدأ يمسك الالم اهو. وده يديني عزم اهو. بيضغط هنا كده على المشغولة من المركز. مع مسك الركيز. الركيز ده برتكز عليه زي ما انا قلت. شكله زي حرف تيه. بقدر حرقه هنا كده. بفك السامول وحرقه الورا. بعجه يمين بعجه شمال. حسب راحة العامل. عشان برتكز عليه اسناء العمل. اهو. بدأ يضغط على المشغولة باستخدام الم يسمى الم الجم. يبقى تاني لو اتكلمت على الاجزاء هقول لك الركيز اهو. الركيز ده مصنوع من الصلب. في فتحات دائرية. ده اصبع ركيز. ركز في اصبع ركيز ده هينقل. اهو نقلو. نقلو من مكانه في مكان تاني. حسب وضع وراحة العامل. بدأ يشتغل هنا. عايز تنقل هنا فينقل. اهو. بدأ يضغط على المشغولة. بيحط الزيت طبعا عشان يسهل الانزلاق. ادي القالب بتاعي. ادي هنا عمود الدوران. تمام كده. ادي هنا الجزء بتاع علبة التروس. بص بقى. هيفتح بقى المخرطة. بعد الزنبه هي. شال الوردة. حط وردة تاني اكبر عشان يعمل عملية قطع. مش شرط في كل العملية بعمل كده. لكن هو حط وردة هنا للزنبه هي. حط مادة تزييد. هيستخدم قلم قطع تاني. اسمه قلم الرشقطة. قلم الرشقطة اهو. هيبدأ يقطع الزيادات اللي موجودة في المعدن. في حتة اهي. خلي بالك من حتة دي كده في رفة اهي. وفي جزء بتحرك اهو. عايز يشيل الزيادة اللي موجودة باستخدام قلم قاطع. قلم لسن حد قاطع. بص هتركز كده. هيبدأ يعمل زي حز بسن الالم اللي في ايده ده. بسن قلم القطع قلم من الرشقطة. هيبدأ يديها حز. ركز هنا. هيبدأ يفصل بص رايش اللي بطلع. فصل الجزء الزيادة اللي موجود عندي في المعدن. ويبدأ يساوي الحرف تماما عشان ما يعورش طبعا اثناء التشغيل. طبعا الجزء ده هيتشيل. لان ده كده خطر ان هو بلف على المكنة. خطر لازم يتشيل من مكانه عشان ما يسببش اي اخطار اثناء التشغيل. بيبرد الزيادات اللي كانت موجودة باستخدام المبرض والمخرطر بتتحرك. خلي بالك الجزء ده يعتبر عيب. منفعش يعني خطر يعني ان هو بلف كده انا ممكن ممكن يؤدي الى اصابات. بنقل الركيز اصبع ركيز تاني في مكانه. اهو. وبدأ يلف يتني الحفة بشكل معين عشان يديها اه شكل دوراني ويديها نوع من انواع التقوية. يبقى انا شفت مخرطة الجم. شفت العمل عليها. شفت اجزاء ركزتلك الكاميرا عليها او ركزتلك الكلام عليها. بص يفكر المعدن اهو. هنا اركب الجزء تاني الوردة تانية. قصاد الزنبا. هيقوم بعملية التجليز. التجليز ده يعني هيدوس على المشغولة مرة تانية. حط الزنبا. عشان ينقعم الاسر اللي موجود. بنقعمها تاني. لان انا بشتغل بقى في خطوط هنا موجودة من عملية التشغيل. فبيعمل عملية ايه? تنعيم. بنسميها في لغة الصنعة. بيجلس المشغولة او بمعنى بمعنى صح بنقعم سطحها تماما على القالب. وبيزود انطبقها. بيخلي انطبقها تماما على القالب. وما فياش اي خطوط خطوط من عملية التشغيل. كده خلص عملية الجمع بدأ يعمل عملية صنفرة. طبعا مع وجود الزيت بيدي صنفرة نعمة فبيديني سطح نعمة خالص للمشغولة. ممكن يستخدم صنفرة خشنة الاول وبعدين حسب طبعا ما هو عمل المشغولة. وبعدين صنفرة نعمة. قادي فك المشغولة من على المخرطة. ده كان قرص عادي. حوله من قرص مسطح لشكل مجسم. بس خلي بالك دائري على المخرطة. يبقى انا كده اتفرجت وشفت كويس جدا عملية الجمع على المخرطة. عرفت القالب شكله ايه? عرفت الركيز شكله ايه? عرفت الوردة شكلها ايه? عرفت علبة نقل الحركة والتروس شكلها ايه? تعالوا نتكلم على بقية اجزاء المخرطة. من الاجزاء الرئاسية في المخرطة او الاجزاء المساعدة في المخرطة. الركيز. الركيز قلت شكله حرفت ايه? تمام? فيه مجموعة من الصقوب. بقى ده الحراكه истории منه والشمال. قادي لما فكيت الركيز الصورة واضحة هي بينا. قادي شكل الركيز لما فكته كويس جدا من على المخرطة قادي شكله بالشكل القدامي الجزء اللي فوق ده اسمه إصبع الركيز من ضمن أجزاء أو من الأجزاء الرأسية الأجزاء الرأسية اللي موجودة عندي كمان زر أزل اللي أنا بسميها الوردة أنا قلت إن الزنبا وأنا بستخدم عملية الجم الزنبا دي مخروطية استوانية وطرفها مخروطي فلو سبتها تمسك المشغولة مش هتمسكها بإحكام وفي نفس الوقت هتشوه قاعدة المشغولة بتاعتي فلازم أحط قطعة يأم من الخشب يأم من اللدائن يأم من النحاس ممكن أحطها من النحاس لكن هي وفضل من الخشب أو من اللدائن أحطها قدام الزنبا عشان تحمي المشغولة من أثر الزنبا بسميها إيه بلغة الصنعة بسميها زر الزن أو بسميها الوردة اللي بحطها قدام الزنبا عشان أحميها طيب فهمنا أجزاء المقراطة بشكل كبير تعالي بقى أجيب لك سؤال زي اسئلة الامتحان عشان نشوف اجزاء المخرطة الرسم اللي امامك عبارة عن مخرطة الجمع انا ممكن احطلك عليه ارقام هنا بس انا مرضيتش احط ارقام ليه عشان ابيين لك الاجزاء كل جزء عليه اسمه ايه وعايزك تاخد سكرين شوت للشاشة للصورة دي اتحسبتها لك بعد ما اخلص لسواني عشان تبقى معاك المخرطة باجزاءها انا هيجيلي مش هيجيلي فيديو يقولي الاجزاء انا هيجيلي رسمة مرسومة زي كده ويقولي تعالى على كل سهم من الاسهم اللي قدامك قولي اجزاء المخرطة تعالوا كده قبل ما بيني الاجزاء اسألك انا انا هشاور وهسمعك بتقول ايه الجزء الاولاني اللي تحت ده ده عبارة عن ايه انا مسامع انت نايم لا اركزي معاي اهو الجزء ده عبارة عن ايه 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 برافو في طلبة بتجاوبة ايه قال للجزء الاولاني ده عبارة عن فرش المخرطة مصنوع من الحديد الزه لسلط السباكة وتحمل الحركة الهتزازين الجزء التاني الكتلة دي كلها او الحتة دي كده على بعضها السهم اسمه ايه الكتلة دي خلي بالك انا هقول بعد كده هكتب الاجزاء دي قال للجزء ده عبارة عن ايه قال لي ده علبة نقل الحركة او علبة التروس طيب جميل انا قسمتلك المقراطة القسمين خدت خط هنا كده والتلك دي كتلة والتلك دي كتلة الكتلة دي اسمها كتلة الغراب المتحرك طيب المكونة من ايه مستر قال لي رقم واحد الجسم ده اسمه جسم ايه انا مسامعة انت مش بركز معايا مش بركزها معايا جسم ايه جسم الغراب جسم الغراب المتحرك جسم الغراب المتحرك ده بيحرك لي الجزء ده او الجزء ده كله بتحرك الجسم ده مصنوع من الحديد الزهر بتحكم فيه وحركته من خلال الصمولة والمصمر اللي موجود عندي ده بفك الصمولة دي وحركوا الورا او القدام حسب حجم القالب اللي موجود عندي طيب ايه كمان قال لي عجلة العجلة دي اسمها عجلة ايه قال لي عجلة تحريك الزومبا بلفها كده تخلي الزومبا تطلع لقدام قال فها العكس تخلي الزومبا ترجع لورا يبقى عجلة تحريك الزومبا للامام والخلف طيب الجزء ده قال لي عبارة عن زراع الامان اه زراع الامان اللي بيمنع تحريك العجلة او يمنع فتح للمخرطة اثناء عملية التشغيل طيب ايه كمان قال للزومبا شكلها ستواني نهايتها مخروطية. الجزء ده عبارة عن ايه? انا مستمعك. الجزء ده عبارة عن ايه? قال الوردة. اللي بتمنع تأثير زنب على المشغولة. طب الحتة المستطيلة ده عبارة عن ايه? اللي دي المشغولة نفسها. ده القرس المعدني.っと ابدا عبارة عن ايه? قال ده القالب. القالب الخشبي او القالب المعدني حسب نوعه. طب الجزء ده اللي جوه ده. قال للزرف. الزرف هنا عبارة عن ظرف آآ الووز بركب في المشغولة الووز بيكون الووز فرنساوي اتجاه الحركة عكس اتجاه حركة المخرطة او بيكون عبارة عن ظرف استواني وفي مجموعة من اللقم بيمسك ويفتح ويقفل بمفتاح خاص. ده عمود الدوران اللي موجود عندي ودي كلها المخرطة. تعال نشوف بقى الاجزاء اللي انا قلتها كده وركز معايا. اول جزء عبارة عن البيت التروس. تاني جزء القلب. تالت جزء الوردة. رابع جزء الزنبة. الترتيب ده مش مشكلة. الترتيب ده انا ممكن اغيره. يعني ممكن اخلي رقم واحد ده. ممكن اخلي رقم واحد ده. يعني انا مش عايزك تحفظ اجزاء المخرطة زي ما هي مكتوبة في الكتاب. واحد دين تلاتة اربعة. لا انا ممكن اغير لك الترقيم اللي على الصورة او المسطر بتاعك المعلم بتاع المدرسة. ممكن يغير لك الارقام زي ما انت عايز. او زي ما هو عايز. فانت رازم تبقى عارف الاجزاء ما تحفظ ترتيب. طيب الجزء اللي بعد كده قال لي جسم الغراب. الجزء اللي بعد كده عبارة عن زراع الامان اللي هو بشاور عليه. تمام? الجزء اللي بعد كده عبارة عن عجلة تحريك الزنبة للامام والخلف. الجزء اللي بعد كده قال لي ده المشغولة او المعدن اللي انا عايز اعمل له عملية تشغيل. الجزء ده عبارة عن مصمار الرابط او صمولة الرابط الغراب المتحرك قال لي جسم المخرطة مصنوع من الحديد ازا يبقى انا كده عرفت اجزاء المخرطة فاضل عندي الظرف كده عرفت اجزاء المخرطة بشكل عام تعالوا بقى نتعرف على ملحقات المخرطة اللي من غير هالمخرطة مش هتشتغل وهو القوالب الاوالب بتنقسم عندي المجموعة من الاقسام خلي بالك بقى معي ايه هي الاوالب قال الاوالب هي شكل المنتج اللي انا عايزه القالب بياخد شكل خلي بالك انا سكت عشان تركز القالب بياخد شكل المنتج بالزبط لكن بيكون اقل منه قيمة سمك المعدن لأ تاني يا مستر استنى حاضر القالب عبارة عن الكتلة اللي انا بشكل عليها المعدن زي ما شفت في الفيديوهات المعدن بتشكل على شكل القالب طب انا عايز الطبق بتاعي كتره 15 سنتي هعمل القالب 15 لو المعدن سمكه ملي لو المعدن سمكه ملي بشيل ملي من نحيا دي من القالب وملي من نحيا دي يعني بنقص اتنين ملي من حجم القالب الاصلي يعني القالب بياخد شكل المشغولة لكن بيكون اقل منها قيمة سمك المعدن الاوالب بتصنع من الخشب او من الالمونيوم او بتصنع من الصلب حسب كمية وحجم الانتاج تاني الاوالب لو انا هنتج انتاج كتير بصنع القالب من الصلب لانه غالي شوية فبصنع القالب من الصلب عشان هاشتغل منه سنة سنتين ثلاثة او هنتج ملايين القطع او ميئات القطع القالب لو هنتج منه انتاج قليل او القالب هشتغل عليه شغل قليل بصنعه من الالمونيوم لو هشتغل عليه شغل قليل اكتر عشر قطع عشرين قطعة بالكتير بصنعه من الخشب المندمج الالياف يبقى القالب بيصنع من الخشب من الالمونيوم من الصلب حسب حجم الانتاج القالب بياخد شكل المشغولة لكن بيكون اقل منها قيمة سمك المعدن الاوالب بتنقسم لقسمين قالب بسيط قالب مركب اتكلمت بشكل عام تعالوا نشوف الأوالب شوف شكلها شوف مواصفاتها ايه يلا بينا الأوالب قال لي الأوالب تصنع الأوالب بنفس الشكل المنتج ولكن 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 تلت مرة ولكن أقل منه قيمة سمك المعدن طيب جميل قادي القالب الأولاني اسمه القالب البسيط القالب البسيط ده شكله ايه مواصفاته قال لي القالب البسيط ده بيصنع من الخشف الغالب ممكن من الألمونيوم ممكن من الصلب القلب البسيط اللي بتكون فوهة الطبق أو المشغولة أصغر من القعدة لأ تاني يا مستر يعني بص القلب ده القعدة بتاع الطبق أهيه والطبق بققه كبيره هو ما هل هشكل كده يبقى القلب البسيط يصنع من الخشب الصلب في حالة الانتاج القليل ويصنع من المعدن في الانتاج الكمي الألمونيوم أو الصلب حسب كمية الانتاج القلب البسيط بيكون يستخدم في المنتجات اللي بتكون الفوهة بتاعتها أكبر من القعدة يعني بص المنتج هنا بص المنتج ده المنتج ده القاعدة بتاعته هي او القاعدة بتاعته هي الجزء الزغنة ده ودي اعتبرها الفوهة لو قلت طبق عادي طبق زي طبق اكل يعني الجزء زي الجزء اللي تحت ده اهو بص البقء بتاعة الطبق عامل ازاي او القطر بتاعي ده قد ايه والاحدة صغيرة ازاي ده اسمه قلب بسيط عشان بيبقى سهل اخرج المشغولة من القلب بعد عملية التشكيل يبقى القلب البسيط اللي بتكون فوهته اكبر من قعدته بياخد شكل المنتج لكن بيكون اقل منه قيمة سمك المعدن القلب التاني هو القلب المركب القلب المركب ده بيصنع من خامات كتير جدا اهمها خامة الصل القلب المركب ده بيكون في المنتجات اللي الفوهة بتاعتها بتكون اصغر من اكبر انبعاج فيها لأنا مش فاهم القلب المركب عارف الكنكة بتاعت القهوة بق الكنكة صغير وجسم الكنكة كبير ده اعرب مثال ليه براد الشاي براد الشاي بقه صغير وحجم البراد كبير قال لي طبعا لو عملت عملية الجمع بالفكر اللي انت قلتها يا مستر ما انت هتقفل على القلب ومش تتطلعه قال لي فبعمل حاجة اسمها القلب المركب يبقى القلب المركب اللي فوهته بتكون اصغر من اكبر انبعاج فيه زي القلب اللي موجود شكله قدامي تعالوا نتفرج عليه خدا ونشوفه وبعدين نشرح ونقول اجزاءه عامل ازاي قال لي قادي شكل القلب بتاعي عبارة عن الركز في الصورة كده او في الفيديو كده هتلاقي فصوص زي فصوص البرتقانة كل فص جنب التاني جنب التاني بيتجمعه بحيث لما جمع المنتج كده وشكله ويقفل عليه اطلع فص فص بمنتهى السهولة تعالوا نشوف قادي المنتج بتاع القرس المعدني ويادي الوردة اللي انا قلت عليها ويادي الزنبة ويادي القلب اهو طيب تعالوا نشتغل بقى بدأ يجمع طبعا انا مجرر الفيديو جامد اهو بدأ يجمع كده لغاية دلوقتي اكني بجمع قلب بسيط لو الفوهة دي قفلت خلي بالك اهو لو الفوهة دي قفلت خلي بالك هايشي بدأ يشكلها هطلع القلب ازاي هورهولك اهو بدأ يعمل عملية الجمع بدأ يحصل هنا عملية اختناء لان عبارة عن فصوص جنب بعضها تم تجمعها على عمود استواني في المنتصف فيتم فك الاجزاء والحصول على الآلب يبقى الآلب يمركب عبارة عن فصوص يتم تجمعها وتركيمها مع بعضها بص اهو عمل عملية الجمع بص يطلع الفصوص ازاي عبارة عن فصوص فص ورد تاني اهو اهو فص ورد تالت الفصوص دي موجودة في الداخل بيبدأ يجمعها مع بعضها ويقوم بعملية الجمع يبقى الآلب المركب هو الآلب اللي فوهته أصغر من أكبر بعاج فيه باستخدمها في إيه؟ باستخدمها في المنتجات المختلفة اللي فوهتها ديئة عبارة عن فصوص بيتم تجميعها مع بعضها بأرقام متتالية وراء بعضها آدي شكل الآلب البسيط الآلب المركب سوريه آدي شكل الآلب المركب عبارة عن فصوص وراء بعضها زي ما أنا شايف كده أهي المخرطة أهي أهي بس أشوالك بالألم أهي أهي المخرطة أهي أهي عبارة عن أجزاء بجمع الأجزاء دي كلها عشان أحصل على الجسم اللي قدامي أهي الفصوص للأجزاء دي بركبها في الجزء ده طب أكتب إيه يا مصطر؟ مش عالف أكتب كلام يتكون من عدد من عدد من الفصوص وذلك إذا كانت فوهت الشكل أقل من أكبر بعاج وذلك يتعذر وعند تعذر خروج القالب بعد عملية التشكيل طيب تمام تعالوا ورها لك بشكل أوضح على منطق أكبر تعالوا نشوفها كده مع بعض في القلب المركب هنا القلب الأدامي ده أهو فصوص جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها كل فص ورد تاني بالشكل اللي قدامك طب جميل جدا تعالوا بقى نشوف لو هعمل عملية الجمع في القلب المركب أهو هو عامل قلب مركب أهو عشان يعمل جسم زي قدرة الفول كده أو زي آنية الزهور مصنوع من الألمونيو أهو بيجمعوا الأول على القلب بسيط بيقربوا الأول على القلب بسيط أهو واحد شغال على مخرطة تاني وراه بيجمع شغل بالشكل ده ويبدأ يجمع الفصوص بصه طبعا لها ترقيم معين وراء بعضها واحد اثنين ثلاث مكتب محفور عليها أرقام بدأ يرصها هي هيركبها بقى في العمود ده بص العمود ده هيبدأ يركبها داخل العمود ده ويركبها كويس جدا ويركب كل دي الوردة اه حسب حجم المشغولة وهيبدأ يقوم بعملية الجمع والتشكيل حط مادة تزييت زيت اهو ادي مادة تزييت اللي هيستخدمها هيبدأ يقوم بعملية الجمع بيشغل مخرطة بالسرعة المناسبة ويبدأ يضغط على المشغولة من البداية ويخفف الضغط في النهاية بدأت المشغولة الفوهة بتاعتها تضيق تصغر عن القاعدة اللي كانت فيها او الجزء اللي كان فيها يبقى القلب المركب ده كتير جدا انا بشوفوش في المدارس يعني المدارس اللي فيها القلب المركب ده قليلة فالقلب المركب هو بين قدامي في الفيديو ان هو عبارة عن قالب باستخدمه في تشكيل المنتج لما تكون فوهته ايه صغيرة بيبدأ ايام العملية الجمع زي ما احنا شايفين ويقرر العملية الجمع لحد ما خلى الجزء او الفوهة زي ما احنا شايفين شكلها ايه ديق بالشكل اللي قدامي زي ما احنا شايفين بمنتهى السهولة هيفك القلب ده من على المخرطة ويطلع فص فص زي فصوص البرتقانة فيقدر يخرج القلب من داخل المنتج يبقى دي فكرة القلب المركب يعني عندي نوعين من القالب قلب بسيط وقالب مركب بصوا بقى بعد ما يخلص عملية الجمع هيعمل ايه هيقدر يخرج طبعا بيعمل عملية تشتيب بيشيل الزيادات باستخدام قلم اسمه قلم الرشكتة فيبدأ يزيل الزيادات اللي كانت موجودة ولو عايز يتنيل حفة اللي موجودة عندي بيتنيل حفة اللي موجودة طبعا ممكن باستخدام كده هتصنفرة بسيطة بيقدر يصنفر المشغولة عشان يديها السطح وبعد كده نعمل لها عملية تشتيب او تلميع على فرشة تلميع عشان تديها شكل جمالي ادي شكل المشغولة لو القلب ده خشب كتلة واحدة مش هعرف اخرج الفصوص دي من جوه المشغولة يبقى انا كده عرفت ان انا ممكن اعمل اي مشغولة فواتها ديقة باستخدام القلب المركب تمام من ضمن الموادات اللي باستخدمها معايا على المخرطة اقلام الجمع او المصاقل اقلام الجمع ليها انواع كتيرة جدا متعددة ما ينفعش اشتغل من غير اقلام الجمع اقلام الجمع بتصنع من جزئين رقصيين يد طويلة مصنوعة من الخشب وجسم القلم نفسه او القلم نفسه مصنوع من الصلب اللي معموله عملية صقل وتلميع بشكل جيد بقول لك خلي بالك كويس جدا ان الاشكال بتاعة الاقلام مختلفة حسب نوع المشغولة وحجم المشغولة اللي انا هشتغل عليها الاقلام لازم تكون خالية من اي عيوب سطحية ولازم تكون خالية تماما حرف الالم ده يكون خالي من السوك الحد دي بسميها اقلام الجمع او بسميها المصاقل باستخدمها في ايه باستخدمها في الضغط على المشغولة اثناء عملية الجمع بيقول ان المصاقل دي لازم تكون اليد مسبتة بشكل جيد جدا في جسم الالم عشان اقدر اتحكم في قلم الجمع بصورة جيدة طول الالم ده بيكون ممكن يصل الى متر او متر ونص حسب حجم المشغولة وحجم الاقلام لازم يكون الالم مصنوع او مسقول بشكل جيد وما يكونش في اي عيوب سطحية زي ما انا قلق تصنع المصاقل من الصلب الناعم الخالي من اي عيوب سطحية وبأكد عليها ولها يد خشبية طويلة لاحكام العمل بها بيقول لي خلي بالك كمان انت اليد بتاعتك اللي انت بتستخدمها دي لازم تكون متسبتة بشكل جيد فلازم يكون عندك مجموعة من الاعتبارات اللي بتخلي بالك منها وانت شغال على المخرطة انا قلت في اول كلامي في العمل على المخرطة او في اي معدة لازم احافظ على المعدة والآلة اللي انا شغال عليها لازم احافظ على العامل نفسه اللي شغال على المخرطة طيب الاعتبارات اللي انا لازم اخلي بالي وانا شغال على المخرطة قال لي وانت شغال على المخرطة لازم تشتغل بسرعة مناسبة بتخلي المخرطة شغالة بالسرعة المناسبة حسب نوع المعدن وسمك المعدن يبقى اول واحدة ايه هي المخرطة فيها سرعات ياما بدريع بتحكم في السرعات ياما عن طريق توصيل السير ياما مفاتيح تشغيل انسب سرعة للتشغيل قلي من 800 لفة للدقيقة ل 1200 لفة للدقيقة وكاتالوج المخرطة بيقوم كتوف فيه السرعات بتاعتي يبقى بشغل المخرطة بالسرعة المناسبة تاني ملحوظة لازم يخلي بالي منها ما ينفع شعف على المخرطة وانا لابس رابطة عانق زي دي او لابس سلسلة او شعري طويل او بنت شعرها طويل لازم الف شعري باستخدام واقي عشان خاطر لا قدر الله لا قدر الله لو حصل وانا شغال على المكانة جزء ده لو لف على المكانة هيؤدي الى اخطار لا يحمد حقوبها او لو لابس سلسلة ممكن تشبك في المخرطة فقد تؤدي الى اخطار او لو لابس انسيال او لابس كم واسع كل دي اخطار لازم اقي نفسي ما انفعش لنا البس حاجات ملابس او كم واسع لابس جرفطة لابس سلسلة شعر طويل كل دي اخطار لازم امنعها وانا شغال على المخرطة المكان والمعدات تعتبر وحش اذا ما كنتش عارف طريقة استخدامها والتعامل معها يبقى اقولت اول حاجة رقم واحد اشغل المخرطة بالسرعة المناسبة رقم اتنين ارتداء الملابس الخاصة بالعمل لحماية نفسي من الاخطار وعدم ارتداء سلاسل او شعر طويل اثناء العمل على المكانة بيقول لي خلي بالك كواس جدا كمان وانت شغال على المخرطة ما تجيش تحطني مفاك جدا على المخرطة او على الجزء بتاع اه اماكن علبة التروس لانه بتهز ويتحرك طب يتهزق وبعدين قال لي بتهزق وتحرك جدا طب وبعدين ام وقع على المخرطة وهي بتلف تخيل ايه اللي ممكن يحصل قال لي اللي ممكن يحصل ان هو وقع على المخرطة وهي بتلف المخرطة بتلف في اتجاهي فهيغبط ايه في وش يبقى الثالث ملحوظة عدم وضع اي معدة على المخرطة وانا شغال كمت المفتاح اللي بفتح بيه لغراب المتحرك ومت ناس يحطوا على المخرطة او على المخرطة من فوق حطت الموبايل بتاعي على المخرطة وأنا شغال وهي بتتهز أم وقع على المخرطة وهي بتلف أم خبط كل دي لا قدر الله لا قدر الله لازم أخلي بالي منها لأن قد تؤدي إلى إصابات إيه كمان قال لي خلي بالك ماينفعش وانت شغال على المخرطة ما تكونش مركز ماينفعش وانت شغال على المخرطة ماسك الموبايل بتدور على البرامج وبتلعب لأ وانت شغال على أي معدة بصورة عامة لازم الانتباه واليقظة والتركيز التام تمام وانت شغال على المخرطة ايه كمان؟ قال لي وانا شغال على المخرطة لازم اكون عارف المخرطة بتشتغل ازاي وعارف ان لو حصل اي عيب اتعامل مع ازاي يعني سمعت الصوت غريب في المخرطة في حاجة بتخبط في المطور في حاجة ويقعد جنب المطور في حاجة ويقعد في السيور لو حصل اي عيب اعرف ام توقف المخرطة في الوقت المناسب لازم يكون المشتغل بالمخرطة ملما باجزائها وملما بطريقة العمل بها خلي بالك وانت شغال على المخرطة لازم تكون الإضاءة اللي أنا باستخدمها حوالي كافية عشان ما يحصلش إصابة لقدر الله بيقول لي بعد ما تخلص العمل على المخرطة نضف المخرطة وشيل الريش والقطع المعدنية زيتها في أماكن التزييد شحمها في أماكن التشحيم ركب المخرطة بشكل جيد وتأكد من الأجزاء اللي مربوطة من مصامير ألووس أو بتتفكي وتتركب تأكد كويس جدا أنها مسبتة بشكل جيد على المخرطة تعالوا نشوف المختوى العلمي للمعلومات اللي أنا قلتها دلوقتي الاعتبارات التي يجب مراعطها عند إجراء عملية التشكيل بالجمع أول حاجة التأكد من سلامة الماكين أنا ملتهاش أما طبعا أنا مش هشتغل على مكنة المكنة دي عطلانة أو فيها رفة أو المكنة شغالة المطور بطلع دخان ما هو دي كلها عيوب يبقى أنا أول ملحوظة الترتيب مش مهمة خلي بالك أتأكد من سلامة الماكينة وإعدادها للتشغيل أصبطها كويس جدا للتشغيل والقلم المناسب شكله إيه اتنين مراجعة سلامة المساكل اللي هي أقلام الضغط وخلو سطحها من أي تشوهة طب ليه 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 برجع المساكل قال لي ده مهم جدا لأن أي عيب موجود على سطح المسقلة هيتنقل فين على سطح المعدن لو ألم الجمع متخربش وفيه حتة حدة ما هيبوز للمعدن ما هيبوز المشغولة ممكن ما يبوزهاش خالص ممكن يكلف المشغولة لكن خلي بالك إنه هو قد يؤدي إلى عيوب تتعبني أثناء عملية التشتيب بدأ المخلص وشطب بسهولة ما هو التشتيب لما ياخد مني وقت ما هو ده تكلفة علي ما هو ده إضافة لسعر المنتج أنا مش عايز كده أنا عايز أشتغل بأدوات جيدة وما كان سليمة عشان نحصل على منتجات سليمة خلي بالك لو المقرطة العنصر الأولاني فيها رفة يعني بتتهز كده وتتحرك الدوران مش مظبوط أو أنا مش بركب القرص صح قال لي ما هالمشغولة طبعا هيطلع معوج جنب عريض وجنب رفيع ما هو بازد هتطر أصغره أو هتطر أن أنا لغيه يبقى بواسط قطعة المعدن لأنني كنت تشغال عليها من ضمن الملاحظات اللي موجودة عندي قال لي التأكد من سلامة المكنة وإعدادها للتشغيل مراجعة سلامة بيقرر لي تاني المعلومة قال لي التأكد من نظافة المساكل ونصبها الخشبي من الزيوت النقطة دي تفكرك بإيه بتفكرك بالدرسة بتاع الشوكيش مهانا بالشوكيش كنت ما ماينفعش أستخدم إيدي فيها زيت ولا إيدي الشاكوش فيها زيت ما هو المسقلة تعتبر هي الشاكوش بس أنا بستخدمها بطريقة الضغط اللي بضغط بيها على المعدن فماينفعش يكون المسقلة عليها زيت أو إيديها عليها زيت طبعا المسقلة الطرف المعدن علي زيت طبيعي لكن نصبها الخشبي ماينفعش بقعلي زيت أو إيد العامل اللي شغال على زيت أنا كده كده شغال بالزيت لكن لازم أنضف إيدي كويس جدا ونمسحب قطعة من القماش عشان ماينفعش يكون إيد العامل ولا يد المسقلة عشان كلام يقواضح عليها طبقة من الزيوت يبقى التأكد من نظافة المساكل ونصبها الخشبي من الزيوت حتى لا تنزلق من يد العامل أثناء إجراء عملية التشكيل ممكن تزحلق تغبط في المخرطة ممكن تزحلق تشوه يعني تيجي في بعض الأقلام اسمها أقلام دفرة. الألم ده لي جنب دوران والجنب التاني ليه زي سن بسيط كده بس ناعم. قال لي ممكن يرف الألم مني يجي يغرز في المعدن في حتة معينة يشويه لشكل المشغولة فاضطر أن أنا أعمل عملية أستبعد المشغولة أو أتوقف عن العمل. بيقول لي خلي بالك من حاجة مهمة جدا أن المساكل اللي أنت بتستخدمها فيها يد خشبية طب تماما أنت قلت الكلام ده يا مستر اليد الخشبية دي لازم يكون فيها وانا أكدتها لك في صورة هنا في الصورة اللي قدام لازم يكون فيها جلبة لازم يكون فيها جلبة من النحاس أو من الحديد يفضل تكون من النحاس عشان تمنع تشقق اليد أنا بركب هنا كده بجي هنا كده واركب الألم بتاع المسقلة لوصل بدقه هنا واركبه في مكانه تمام؟ فلازم أركب الجلبة لأننا بضغط بألم الجمع زي الألم القدامي ده اللي يده لما بضغط بيه كده ممكن يتشرخ أو يتشقق فلازم يكون عندي جلبة فبيقول لي خلي بالك عند استعمال المساكل عدم استعمال المساكل بدون نصاب خشبي أوعى تستخدم المسقلة أبدا من غير إيد مش تتحكم فيها وهيكون خطر بالنسبة لك وهتشويه شكل المشغولة يبقى عدم استعمال المساكل بدون نصاب خشبي سليم والتأكد من تثبيت اليد بالمسقلة وجود كمان الجلبة المعدنية دي مهمة جدا عشان بتحمل يد من أي تشقق موجود عندي طيب جميل بيقول لي خلي بالك كمان التأكد من تثبيت القرص المعدني المراد تشكيله بالقالب جيدا خط القرص المدور في مكانه بالزبط مدور بالزبط مفوش رفة حتى لا يتعرض للانفصال وممكن ما تقفلش المخرطة أو تنسى تشد زراع الأمان اللي أنا كنت بكلمك عنه من شوية فإن لي يحصل قال لي يحصل أن القرص المعدني مش ركب في مكانه صح وأنا ما قفلتش المخرطة صح فيفلت من مكانه ويطير فيقضي ويؤدي إلى إصابات لقدر الله طبعا فأخلي بالي كويس جدا التأكد من تثبيت القرص المعدني المراد تشكيله بالقالب جيدا حتى لا يتعرض للانفصال يفك من مكانه أثناء الدوران السريع من العناصر المهمة جدا قال لي يجب ضبط مركز القرص المعدني مع محور القالب تماما قبل البدء في إجراء عملية التشكيل لا استنى بقى الخطوة دي أنا هشرحها لك كويس جدا أنت على بقى معايا كده بقول لك وإنت بتقوم بعملية الجم أنت لازم تعمل حاجات معينة إيه هي؟ أولا أنا بجيب الآلب بتاعي بسيط أو مركب بركب الآلب في المخرطة لازم الآلب محوره يكون تماما ماشي مع محور المخرطة يعني المحور بتاع الزنبا هو في المركز بالزبط كلهم على محور واحد ده مفوش الرفة يعني أنا بركب الآلب في المخالب أو في الأقلام بتاعت سواء قلووز أو باستخدام الماسك بتاع الظرف قال لي ممكن نركبه معاوج لا القلب هو بلف بيعمل كده شايف الحركة اللي في دي 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 اسمها رفة قال لي لا أنت ركب القلب كويس جدا محور الآلب لو أنت بسيت بعينك كده محور الآلب ماشي تماما مع محور الزنبا على خط استقامة واحدة ومركز الأرس المعدني الأرس المعدني هو في المنتصف بالضبط بالضبط تماما في المنتصف مركز الأرس ماشي مفوش قصة الرفة قال لي أنا بالقلب المعدن بيعمل كده هو بلف كده اسمها رفة قال لي لا لازم يكون مركزه على استقامة واحدة أولها تاني لازم يكون مركز الآلب مركز الأرس المعدني مركز الزنبا كلهم على استقامة واحدة أثناء عملية التشغيل بخلي بالي وأنا بشتغل كويس جدا وسبت كويس العجلة بتاعت الزنبا وهو عتقفل أو عتقفل من غير ما تحط الوردة برافو عليك لازم حط الوردة اللي بتحمي المشغولة من أثر الزنبا الزنبا مدبابة كده جاي على المعدن هتقرب قال لي لأ ده أنا بحط وردة كده قطعة من الخشب عشان تحمي المشغولة من أثر الزنبا يبقى خلي بالي كويس جدا من الخطوة دي أقفل العجلة وبعدين أشد أيوة برافو عليك صاحب أشد زراع الأمان عشان أغلق ومنع تحرك العجلة وأنا شغال يبقى تاني يرجع لها يجب ضبط مركز القرص المعدني مع محور القالب تماما قبل البدء في إجراء عملية التشكيل بالتدويم دي طبعا من العناصر المهمة جدا بقول لي يجب وضع قرص من المعدن أو من الخشب أنا بفضل طبعا الخشب أو لدائن اللي هي الوردة ما بين القرص المعدني وما بين الزنبا وأنا قلتها في الخطوة اللي فاتت عشان خاطر تمنع تأثير الزنبا لأ تاني يا مستر تاني أتكدلي عن نقطة دي تاني تاني أنا قلت الزنبا هي الزنبا دي استوانية وطرفها إيه مدبب لو أنا قفلت على القرص المعدني ده لو ضغطت كده قفلت العجلة وقفلت عليها هتبدأ تديني في الجزء الداخلي ده مش هتمسك أولا كويس ثانيا هتبدأ تديني هنا جزء أتخرم لي أو تشوه لي القرص المعدني اللي أنا عايزه فبيقول لي خلي بالك لازم تستخدم الوردة كويس جدا عشان تمنع أثر الزنبا على المعدن اللي موجود عندك على سطح المشغولة بيقول لي وذلك لحماية سطح المنتج من الاختراك الاختراك ده يحصل إزاي أنا قلت تاني قلت إن الزنبا مدببة مخروطية ليها سم فابدأ بعد كده أعمل عملية إيه أعمل عملية وضع اللقمة أو وضع الوردة اللي مصنوعة من اللدئن دي عشان تحمل مشغولة من قصر الزنبا بيقول لي خلي بالك كمان في الديقاء لفضله وضع كمية من الزيت أو الشحم أثناء عملية التشكيل بالتدويم لازم تخط الزيت طبعا زيت أفضل من الشحم طبعا لشيء ما هو وص أو ما شوهش شكل المشغولة وضع كمية من الزيت أو الشحم أثناء عملية التشكيل بالتدويم ايه التشكيل بالتدويم ده يا مصدر أنت ما تكلمتش عنه خالص أيوة التشكيل بالتدويم أقصد عملية الجمع خلي بالك إن هو ممكن يقول لي في الامتحان تكلم عن مكانة التشكيل بالتدويم اللي هي المخروط الجمع يبقى التشكيل بالتدويم يقصد بيها مخروط الجمع وانا أصدتك تبهالك هنا في الدرس قدامك وضع كمية من الزيت أو الشحم اثناء عملية التشكيل بالتدويم وذلك لسهولة انزلاق المسقلة الالم الجامعي اشتغل كويس على الشغلة وعدم تعرض المنتج للتشقق وخلي بالك كمان انت لازم تقوم بعملية التخمير اكتر من مرة يبقى انا لازم اخلي بالي كويس جدا يا جماعة ان انا برضو عملية التخمير من الحاجات المهمة ان انا لازم اخمر المشغول التخمير تسخين المعدن لدرجة الاحمرار واصيبه يبرد كل ما المعدن عندي نشف وانا بقوم بعملية التشغيل يعني ما بقاش قادر اتشكل لو استمرتها يشقق هيبدأ ايه ادي شقوق ويبوز قال لي بفك بفتح المخرطة وفك وعمل له عملية التخمير وعيد التخمير تاني طيب ما هي فايدة عملية التخمير قال لي لها تلت فايد واحد قبل العملية عشان ازود لدونة الخامة اثناء العملية بفك وخمر عشان ازيل الاجهادات بعد العملية عشان استعد لعملية التشغيل التالية طبعا النهاردة اتعرفنا على الاجزاء المخرطة اتعرفنا على الانواع الاوالب المختلفة اللي موجودة عندي عرفت كويس جدا ان المخرطة مكونة من مجموعة كبيرة جدا من الاجزاء عصب عملية الصناعة فكرتها واجزائها مكوناتها صيانتها وحمايتها طبعا كل الاجزاء دي كلمنا عنها بالتفصيل احب اشكر فريق عمل استوديو 38 على المجهود الكبير اللي بيقدموه واتمنى لطلب التشكيل المعادن التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة